فهد طالب اليوم وصلتك إشهادة من المدرب أدفوكات شنطتك هاي بصراحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إشهادة تجي عن شي معنا وإليه وبالشي الأساس أنه كابت نحمد جاسم يعني راضك اللي رضى علينا نحن كحراس مرمى الحمد لله رب العالمين إن شاء الله نظهر بصورة المطلوبة من يمنى وإشهادة نقدم شي نرضى بيشعب العرام منافسة على مركز الحراس يعني هي حالة إيجابية أكيد طبعا بس شنطموحك بصراحة فهد يعني أكيد هو شلون ما أقل لك يعني هي بدون مجاملة اشتتمنى صديقك رب العالمين رح يطيك يا إن شاء الله إحنا واحد إن شاء الله اللي يكون في المباراة هو اللي يقدم اللي عليه ويا رب إن شاء الله التوفيق إله والكادر التدريبي بالمباراة تجاه معسكر مثالي أو مدرب على مستوى عالي يمكن المسهل أول مرة شنو توقعاتك أو يعني شنو رح تشوف ينعكس شيء إيجابي على المستقبل أكيد والمعسكر مثالي بكل النواحي التدريبات والفندق والأجواء كلهم توفرة أكيد أول مدرب فكر عالي وفكر جديد إن شاء الله يضيف شيء لللاعبين واللاعبين رح يكونون يعني أكيد إما يستغلون هذا الفكر التدريبي حتى يقدمون أحسن مواعدهم بالمباراة شكراً فهد شريف شون شوف استعداداتكم على مدى تقريباً ستة أيام في معسكر مارف الله هو شيء بسم الله الرحمن الرحيم مثل ما تعرف السعدادات من السعدادات الجيدة نهينا وعدة تدريبية عدنا السعدادات المباراة يوم لأحد إن شاء الله نظهر بالمستوى المطلوب ونقدر أنه نقنع المدرب مثل ما تعرف هي السعدادات للمباراة كوريا وإيران إن شاء الله نظهر بمستوى طيب إن شاء الله نفرح الشعب العراق المباراة ومامس ما شاركت بيها يمكن أنت هو بعض اللاعبين ما شاك أعتقد راح تكون بالمباراة القادمة موجود استعدادك المباراة يعني بصراحة وإثبات نفسك والمنافسة على المراكز يعني أكيد هو أنه أهم شي أنه دعوة مع المنتخب أنه شرف لكل لاعب أنه يمثل المنتخب أكيد تبقى خيارات مدرب أنت ما تعرف أنه عددنا نحن كثير أشرك بالمباراة الأولى أكثر من اللاعبين تقريبا أربع لاعبين إلى خمسة ما أشركهم إن شاء الله عدنا مباراة يوم لأحد وإن شاء الله نشترك بيها ونقدر أنه نقدم بسوء طيب إن شاء الله إن شاء الله شريف أكيد عندك طموح أنه تكون متواجد في أمكان أول تصفيات كأس العالم إليك من خلال يعني من التدريبات من خلال مباراة الودية تشوف نفسك أنه أكو منافسة شديدة على هذا الموضوع أو من ناحية من ناحية القائمة النهائية شوف قلت لك هي هاي تبقى خيارات مدرب إحنا جئنا بمعسكر سبانيا جاءنا تمرن بواقع واحدين تدريبية جاءنا تمرن زين أنت ما تعرف فأكيد تبقى خيارات مدرب والأنسب إنه رح يأخذ المباراة كوريا وإيران ما عنده مشكلة إنه أي لاعب إنه يقدر يخدم المنتخب فما يكون مشكلة شكرا شريف